نشرة أخبارية جديدة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها نصر الله يؤكد أن هجمات أرامكو مؤشر على قوة محور المقاومة وأن اليمنيين مستعدون للذهاب بعيدا للدفاع عن أنفسهم طهران تحذر واشنطن من أنها سترد على تأمورها من المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي أرامكو تشتري مائة وعشرين ألف طن من النفط الأوروبي لنقله إلى أسيا بعد تعطل إنتاجها أنصار الله تحذر من أن تصعيد التحالف السعودي في الحديدة من شأنه أن ينسف اتفاق ستوك هولب الهيئة العليا للانتخابات في تونس تدعو الرئيس إلى السعي لتأمين تكافؤ الفرص بين مرشحي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وتطالب بإطلاق سراح القروي روسيا تؤكد قدرتها الفائقة على حماية إقليم كالينجراد ضد أي خطط عدائها أهلا بكم دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السعودية والإمارات إلى وقف الحرب على اليمن لضمان حماية بنيتها التحتية وفي خطاب له قال السيد نصر الله أن اليمنيين حاضرون للذهاب بعيدا في الدفاع عن أنفسهم بتوفروا على حالكم إزلال بتوفروا على حالكم فلوس وبتستنقذوا حالكم وبنيتكم التحتية ووضعكم الأمنة وأمنكم القومة هذا المعادلة الوحيدة الطريق الوحيد الموصل إلى هذه الأهداف هو وقف الحرب الظالمة على اليمن وعلى الشعب اليمني وتركوا اليمن تركوا الشعب اليمني تكون يتفاهموا يعدوا يتحاوروا ويقدروا يصل لنتيجة أما كل المحاولات الثانية اليوم الاستعانة بالأمريكي والبريطاني وبتحالف دولي هذا لن يؤدي إلى المزيد من الخراب وإلى المزيد من الضمار وأنتم تعرفون أن المحور المقابل هو محور قوي جداً قوي جداً وما حصل في المنشآت النفطية هو واحد من مؤشرات ودلائل قوة هذا المحور ومن مؤشرات شجاعة هذا المحور ومن مؤشرات أن هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم في اليمن حاضرون أن يذهبوا بعيداً 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 في الدفاع عن أنفسهم السيد نصر الله أكد أن كل من تعامل مع إسرائيل يعتبر عميلاً وشدد على أن العقاب يكون من نوع الجريمة التي ارتكبها العميل يكون العقاب على قدر الجريمة هون بسرنياش آنوني عندما يكون العميل مرتكباً ومجرماً وقاتلاً ومغتصباً وخاطفاً ومفسداً في الأرض أكيد يجب أن يكون حسابه وعقابه مختلفاً وشديداً وقاسياً محاكمة العملاء هي من الثوابت ما بعتقد بلبنان أنه والله في حدا هذا الموضوع من أهل المقاومة ومن فصائل المقاومة بالحد الأدنى في حدا ساوم عليه أو اشتغل فيه سياسي أو اشتغل فيه بيع الشراء أبداً نصر الله أكد رفض المقاومة أي قواعد اشتباك جديدة والتزامها بالقواعد الحالية السيد أكد الحق بالاستمرار بالتصدي للطائرات المسيرة موضحاً أن قرار مواجهتها أدى إلى تراجع عدد خروقاتها للأجواء اللبنانية نؤكد حقنا في مواجهة المسيرات الإسرائيلية تم إسقاط إحدى هذه المسيرات الأمر لا ينتهي هنا هذا بداية مسار ونحن سنواصل العمل وكما قلت في أكثر من مناسبة هذه المسألة خاضعة للميدان وللظروف الميدان وللمصالح في كل أحوال حتى هذه اللحظة قرار مواجهة المسيرات كان له تأثير واضح على عدد المسيرات وحجم المسيرات وعدد الخروقات الإسرائيلية للسماء اللبنانية هناك تراجع كبير هلا بعدين إن شاء الله نعرض أرقام حول ما قبل هذا التوجه وما بعد هذا التوجه لكن أود أن أؤكد اليوم أن هذا المسار هو مسار مستمر وبيد الميدان حذرت إيران من أنها سترد على الولايات المتحدة الأمريكية إذا تآمرت عليها من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي كبير مستشاري المرشد الإيراني لشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أكد أن تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون الأكثر مرارة في تاريخ الرئاسة الأمريكية إذا فكر الأمريكيون في التآمر فسنرد عليهم من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي حلفاؤنا وجبهة المقاومة أصبحوا أقوى من حلفاء أمريكا في المنطقة وإيران باتت الدولة الأقوى في المنطقة على ترامب أن يعلم أن الإيرانيين لا يمكن أن يهزموا فهم محقون وصبورون تجربة ترامب ستكون التجربة الأكثر مرارة في تاريخ الرئاسة الأمريكية صفقة القرن في عهده فشلت كما فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد في عهد بوش الإبن وفي الحرب المفروضة على اليمن أيضا رغم الحصار الذي فرضوه على كل الطرق والموانئ اليمنية لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل انتصر الولادان العربيان اللذان يشنان الحرب أم باتا مجبرين على التراجع بعد خمس سنوات من خوضها؟ وزير الخارجية الإيران محمد جواد ظريف قال أن السعودية والإمارات تريدان محاربة إيران حتى آخر جندي أمريكي وفي تغريدة على توتراء ظريف أن سياسة أمريكا تجاه حرب اليمن مؤشر على أنها تعتبر نفط العرب أهم من دمائهم وعد الرد باستهداف مخازن النفط عملا حربيا غير مقبولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن العقوبات الجديدة على إيران هي الأقصى فيما حذر وزير الخارجية الإيراني من أن أي حرب على إيران ستكون شاملة علي مرتضى ماذا ستكون عواقب هجوم أمريكي أو سعودي على إيران الآن؟ حربا شاملة على قناة CNN الأمريكية كان ضريف حاسما في مقابل تناقض واضح في مواقف الرئيس الأمريكي هل أريد حربا؟ لا لا أريد الحرب مع أحد سنرى ماذا سيحدث الكثير من الأمور قد تحدث يمكننا الوصول إلى حل سلمي هذا جيد ومن الممكن أن لا يحدث ذلك يحاول ترامب الإحاءة بأن الخيار العسكري مطروح على الطاولة والرياض المصرة على تجاهل أن الهجوم على أرامكو كان رد فعل من القوات المسلحة اليمنية على جرائمها بحق بلادها تصوب أيضا باتجاه إيران إلا أن نتيجة اجتماع من سمتهم واشنطن دول التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط أظهر العكس حيث اكتفى الاجتماع بإدانة هجوم أرامكو بأشد العبارات لا قرار أمريكيا بالحرب إذن فلا دليل ضد إيران بحسب الأمريكيين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلا أنه وسط هذا المشهد يقف ترامب في موقع المستفيد ماليا من كل هذه الأحداث ليس فقط من السعودية بل أيضا من البحرين ولي عهد البحرين يمتلك سبعمائة بليون دولار والسنة التي بعدها سبعمائة وثمانية وثلاثين بليون دولار وهذا مال كثير حتى للبحرين هذا مال كثير والبحرين تمتلك الكثير من المال هو نفسه نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي فشل في حماية المنشآت السعودية من هجوم أنصار الله باعه ترامب للبحرين في مشهد يبدو أنه تغير في معادلة ترامب الشهيرة المال مقابل الحماية والتي أصبحت على الأرجع اشتروا من الأسلحة وحموا أنفسكم تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواذري في تغريدة له جديدة على حسابه الرسمي على تويتر عدد فيها مبادرات بلاده الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة أهلا بكم مبادرات إيران الدبلوماسية التي قدمتها حول العالم وشرق الأوسط منذ عام 85 استعرضها وزير الخارجية الإيراني محمد جواذريف ومن أبرزها مبادرة حوار الحضارات عام 1997 وهي مبادرة للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي خلال مشاركة له في الأمم المتحدة اقترح فيها أن تبادر الأمم المتحدة بخطوة أولى إلى تسمية عام 2001 عام حوار الحضارات على أمل أن يحقق هذا الحوار الخطوة الضرورية الأولى في سبيل العدل والحرية العالمية وبعد توجيه هذا النداء سارعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار أعربت فيه عن عزمها على تيسير الحوار بين الحضارات ما دفعها إلى إعلان العام 2001 عاما للحوار بين الحضارات وفي عام 2013 أطلق الرئيس حسن روحاني مبادرة عالم ضد العنف فور وصوله إلى سدة الحكم في البلاد خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال اجتماع للأمم المتحدة حول سلام مستدام اقترح وزير الخارجية الإيراني إنشاء منتدى للحوار الإقليمي حول الأمن لتخلص من أوهام الهيمنة التي أدت إلى حروب مدمرة ودعا إلى إنشاء شبكات أمنية جديدة تعاوض ما وصفها بالتكتلات الأمنية أما مشروع السلام في اليمن فهو اقتراح كان ضريف قد عرضه على الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون لحل الأزمة في اليمن يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى كافة المناطق والعودة إلى المفاوضات وتأليف حكومة وحدة وطنية وهي خطة سلام رفضتها حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي أنذاك بذريعة أنها مناورة سياسية فقط وفي العاصمة الكزخية أستانا عقدت مفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في مساعي لحل سياسي في سوريا برعاية روسيا وتركيا وإيران وأخيرا معاهدة عدم الاعتداء الإقليمية عام 2019 وهي دعوة إيرانية قائمة لإبرام معاهدة عدم اعتداء بين إيران ومجلس التعاون الخليجي في إطار دعم طهران للسلام والاستقرار في المنطقة ولم تلقى المبادرة رد فعل رسميا في المقابل أعلنت الخارجية الروسية أن التحالف الأمريكي في الخليج وتصرفات واشنطن لن تجلب الاستقرار إلى المنطقة المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا جددت موقف موسكو بأن جميع التدابير المتخذة في المنطقة يجب أن يكون هدفها الرئيسي استقرار الوضع وأضافت أن سياسة أمريكا وبعض الدول لا تؤدي إلى هذه النتيجة بل إلى عكسها وكالة رويترز فادت بأن شركة النفط السعودية أرامكو حجزت ما لا يقل عن 120 ألف طن من النفط الأوروبي لنقله إلى آسيا بعد تعطل إنتاجها وكان مسؤول تنفيذي في الشركة قال أن الهجوم على منشأة نفط خريس استهدف أربعة مواقع لمحطات إنتاج الخام ونقلت رويترز عن المسؤول قوله أنه فيما كان فريق يتعامل مع الحرائق الأولى الناجمة عن الاستهداف توالت المزيد من الضربات كشفت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن السعودية تضغط على عائلات ثرية للاكتتاب في أسهم شركة أرامكو النفطية بهدف الوصول إلى تقدير مالي لأصول الشركة يناهز ألفين مليار دولار الصحيفة قالت أن سلوك المسؤولين السعوديين مع هذه العائلات كان أشبه بالتنمر وأن الضغوط شملت التهديد بالاعتقال مرة جديدة بعدما كان بعض الأفراد قد اعتقل سابقا في فندق ريدز كارلتون إلى ذلك قال العالم الاقتصادي والناشط السياسي الأمريكي جون بيركنز في مقابلة ضمن برنامج المشهدية على قناة الميادين أنه يأمل أن تتمتع الولايات المتحدة بالذكاء لتفادي الحرب مع إيران مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تضر الشعب الإيراني أعتقد أن الوحيد المتحدة الأمريكية أمل أن تتمتع بقيادة ذكية بما يكفي لست متعكدا كيف ستكتسب هذا الذكاء حاليا لكن أمل أن تكون ذكية بما يكفي لتتفد الحرب مع إيران فذلك من شأنه أن يدرج روسيا والصين في صورة الإجمالية بالتالي إيران في هذه الظروف الحساسة وأعتقد أن العقوبات التي تفرض عليها هي غير عادلة إلى حد كبير هذه وجهة نظرية وهي تضر بالشعب الإيراني كما تؤثر كذلك في وضع الحكومة الإيرانية ووضعها الاقتصادي في اليمن حذر رئيس وفدي صنعاء المفاوض من أن التصعيد في الحديدة من شأنه أن ينسف اتفاق ستوكهرم يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان التحالف السعودي بدأ عملية عسكرية واسعة لتدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروع شمال المحافظة سار الحافة سلسلة غارات جوية شنتها طائرات التحالف السعودي مستهدفة منطقة الجبانة في مدرية الصليف شمالي غرب مدينة الحديدة كما أعلن التحالف السعودي بدأ عملية واسعة لتدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروع شمال الحديدة وذلك بعد ساعات من أعلانه تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته عنصار الله باتجاه جنوب البحر الأحمر وفقا للمتحدث باسم قوات التحالف السعودي تركي المالكي المالكي أوضح أن الأهداف المدمرة شملت أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد وكذلك للألغام البحرية قائلا أن هذه المواقع تستخدم لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام رأى في الغارات المكثفة على الحديدة تصعيدا خطيرا من شأنه أن ينسف اتفاق السويد محملا التحالفة تبعات هذا التصعيد وذكر عبد السلام أن استمرار حجز السفن ومنعها من تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة هو عمل حربي عدواني يهدد أمن الملاحة البحرية من جهته رأى وزير الأعلام والناطق باسم حكومة الإنقاذ في صنعاء ضيف الله الشامي أن أعلان العملية العسكرية في الحديدة يعد مخالفة صريحة لاتفاق السويد وتنصلا رسميا منه وهروبا واضحا من أي استحقاقات مترتبة على ذلك عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أكد أن عملية التحالف لن تمر من دون رد وفي اتصال مع الميادين قال البخيتي أن عملية التحالف في الحديدة هي خرق رسمي لاتفاق السويد قلنا أن هذا لا يعطي أي طرف الحق في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة خصوصا من جانب دول العدوان ومرتزة قساني أنهم هم من رفض وقف إطلاق النار في بكية الجبعات ولذلك لا يتحجج أحد بأن هذا رد مشروع كرد فعل على ضربة مصافي أو معامل إنتاج النفط في طبعا بالتأكيد سيكون هناك رد على مثل هذه العمليات ودول العدوان ومرتزقتها سيتحملون العواد على صعيد آخر أثار مجلس حقوق الإنسان في جناث قضية حقوق الإنسان في السعودية حيث أعربت المحاققة الدولية أنياس كالمار عن خيبتها من دور الدول الصديقة للسعودية في تراجع الاهتمام الدولي في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي موسى عاصي والتفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية أثيرت من جديد على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ند وتاني عقدتها في يوم واحد شارك فيهما عدد من الحقوقيين الدوليين والعرب إضافة إلى ضحايا الانتهاكات السعودية المحاققة الدولية في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنياس كالمار شاركت في ندوة عبر الفيديو تحدثت فيها عن دور الدول المتحالفة مع السعودية في تراجع الاهتمام الدولي في هذه القضية منذ تقديم تقرير قبل ثلاثة أشهر أبدت دول عديدة حول العالم حمسة للعودة إلى الصفقات متجاهلة بسرعة نتائج التحقيقات واجتماعات مجموعة الهشين في حزيران يونيو الماضي مثال واضح على ما أقول حيث خرج الرئيس الأمريكي وأخرون ليظهروا للعالم احترامهم وتقديرهم لولي العهد السعودي جريمة اغتيال خاشقجي امتازت بتغطية إعلامية دولية واسعة لكنها لا تقارن بحجم الانتهاكات والجرائم في الداخل السعودي بحسب ناشطين سعوديين يمكننا العودة إلى حالة حيدر أليف مثلا السعودية أرسلت ردا للمقرر الخاص أن حيدر حكم عليه بسبع سنوات سجن لكنه أعدم بنحو مفاجئ بعد عدة أشهر كذلك هو الحال بالنسبة إلى مونير آدم تحرش الجنسي الذي يحصل في داخل السجون بالتأكيد أنا نتفق أنه أقبح بكثير من قتل شخص بريء القتل هي جريمة كبيرة جدا ولكن أيضا السعودية تمارس انتهاكات بشعة جدا تقتل أبرياء في اليمن تقتل أبرياء في السعودية تحكم عليهم محاكمات سياسية مسيسة ثم تقوم بقتلهم الحقوقيون المشاركون في ندوات جنيف استغربوا اهتمام العالم بما تعرضت له شركة أرامكو للنفط السعودية فيما يسود صمت مطبق اتجاه ما يتعرض له الإنسان في اليمن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشغجي دخل الطيال نسيان بعد أقل من ثلاثة أشهر على ظهور نتائج التحقيقات الدولية التي أكدت ضلوع كبار قادة المملكة في الجريمة أن يسكا لمار المحقق الدولية كما العديد من الحقوقيين في جنيف أعربوا عن خيبة أمالهم من دور دول غربية تنادي بحقوق الإنسان في التغطية على مثل هذه الجرائم مصاعس جنيف الميادين موقع تويتر علق صفحة سعود القحطاني المساشر السابق في الدوان الملك السعودي وأحد المتهمين بمقتل الصحفي جمال خاشغجي الموقع أزال بيانات القحطاني كافة وتبدو صفحته خالية من أي معلومات شخصية يذكر أن العاهلة السعودي سلمان بن عبد العزيز أعفى القحطاني من منصبه على خلفية مقتل خاشغجي في القنصولية السعودية في إسطنبول أعلن الجيش السوري إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة عقربة بريف دمشق الجنوب وذكرت وكالة سانا أن دفاعات الجيش اكتشفت هدفا معاديا في أجواء منطقة عقربة وتصدت له وأسقطته وتبين أنه طائرة مسيرة أعلنت الفصائل المسلحة في إدلب السورية لاستنفار العام والنفير لما اعتبرته غطاء سياسيا من أنقرة لاستكمال العملية العسكرية فيما يواصل الجيش السوري استهداف معاقل النصرة في الريف الجنوبي للمحافظة ديما نصيف لم تجب قمة أنقرة عن كل الأسئلة المنتظرة حول إدلب القمة التي عقدت بعد عام على اتفاق سوتي أعادت تأكيد ما اتفقت عليه روسيا وتركيا قبل عام لكنها أضافت مظلة إيرانية للتفاهمات حول الوضع في إدلب وسوريا وبعد عجز الفصائل المسلحة خلال عام عن اتخاذ القرار الذي يطالب به الأتراك منحت أنقرة في قمتها الغطاء السياسي لعملية عسكرية وصفها بوتن بالعمليات العسكرية المحدودة المدفعية السورية تحركت بالتزامن مع القمة والقصف طال مقار للمصر في كافرنبل والشيخ مصطفى وحيش في الريف الجنوبي لإدلب ليستكمل انتزاع الريف الجنوبي كاملا وتأمين الطريقين الدوليين حلب دماشق وحلب اللاذقية ويجب أن لا تحجب قمة أنقرة إرباك الفصائل المسلحة أبو عيسى الشيخ قائد سقور الشام الأخواني أعلن النفير والتعبئة العامة لصد الهجوم المحتمل بعد تأكيد بوتن احتضان إدلب للإرهاب نائب قائد أحرار الشام الأخواني أيضا اعتبرت قمة ملغومة الحرب على الفصائل الأخوانية والقاعدية انتزعت كما يبدو ضوءا أخضر تركيا كي تكون مؤثرة وإذ تستعجر الدول الثلاث إطلاق لجنة دستورية تتفق على أنها لن تستقيم مع وجود تنظيمات إرهابية كالنصر وداعش وغيرها من المجموعات القاعدية التي يجب استقصالها لتؤسس العملية أرضية ميدانية للمسار السياسي قمة أنقرة صعدت من حدة الخلافات داخل هيئة تحرير الشام النصر لن تتمكن من مواجهة تحالف فصائل أنقرة لقتالها وعزلها بعد استعدادها لدخول المنطقة العازلة ولا من مواجهة تقدم الجيش السوري بدعم روسي بعد أن استنزفت المعارك الأخيرة مئات المسلحين في صفوفها وفي انتظار وضوح الموقف التركي والتزامه بمقررات القمة الثلاثية وأجبار المسلحين على انسحاب إلى خارج مناطق خفض التصعيد يبقى الخيار العسكري مطروحا على طاولة ديماشق وحليفيها لتطبيق سوتي أولا والاستعادة إدلب كاملة إلى السيادة السورية ديمان نصيف ديماشق الميادين وفي مجلس الأمن أسقطت روسيا والصين بالفيتو مشروع قرار بشأن إدلب تقدمت به بلجيكا وألمانيا والكويت ورعى المندوب الروسية أن وظيفة هذا القرار هي تحمل روسيا مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين في إدلب والتغاضي عن الإرهابيين نزار عبود بالتزامن مع ترأس روسيا مجلس الأمن الدولي قدمت ألمانيا وبلجيكا والكويت مشروع قرار يأمر بوقف القتال في إدلب من دون الإشارة إلى محاربة الإرهاب فأسقطت روسيا والصين بفيتو مزدوج مندوبة الولايات المتحدة حملت روسيا المسؤولية عن ترد الأوضاع الإنسانية في إدلب برهنت روسيا بموقفها أنها غير مختلفة لحماية المدنيين في سوريا كروفت التي لم تتناول تأثير العقوبات الغربية على أوضاع السوريين ولا على المناطق الواقعة تحت احتلال القوات الأمريكية جاءها رد صارم من روسيا لدينا وقف لإطلاق النار أعلن عنه في الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الماضي وأول من خلقه كانت طائرة الولايات المتحدة الجرسة شهدت المزيد من السجالات حيث استجاب مندوب سوريا لطلب سابق من مندوب الكويت بعرض أدلة على تورط جماعات سلفية في الإرهاب داخل سوريا هذا أعلان وزعته الحركة السلفية في الكويت وفي صور كويتيين تحت عنوان ويج وور جهاد فور سيريا كما عرض الجعفري وثائق أخرى من مصادر إعلامية ومراكز دراسات أمريكية تثبت ضلوع كويتيين في تمويل الإرهاب لكن مندوب الكويت اتهمه بالتشهير بدولته ولكن هو يتطرق إلى تصريحات صدرت عن أشخاص منذ تقريبا سبعة سنوات ويحاول بشكل أو بآخر أن يلصق تهمة الإرهاب بحكومة الكويت أمر نفاه الجعفري الذي أبدأ حرصه على أفضل العلاقات مع الكويت وخلال الجلسة طرحت روسيا والصين مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية إلى إدلب مع مواصلة محاربة الإرهاب لكنه لم ينل الأصوات التسعة الكافية بالرغم من المعرفة المسبقة بأن مشروع القرار الكويتي البلجيكي الألماني سيواجه بفيتو من كل من الصين وروسيا لأن الدول الغربية أصرت على طرح التصويت وذلك من أجل إحراجهما بدلا من تهيئة الأجواء لحل فعلي في سوريا نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين جلسة مجلس الأمن شهدت سجالا بين المندوبين سوري بشار الجعفري والكويت منصور الاعتابي اتحدث الجعفري عن إرهابيين كويتيين يحاربون الحكومة السورية ما أثار امتعاد الوفد الكويت المشارك مع بلجيكا وألمانيا في سياعة مشروع القرار الخاص بإدلب بالمناسبة وبناء على طلب زميلنا ممثل الكويت في الجلسة السابقة عندما تحدثت عن وجود حركة سلفية في الكويت قال لا توجد حركة سلفية في الكويت وعندما ذكرت اسم أرهابي اسمه الامطيري قال أنه لا يوجد شخص اسمه الامطير هذا إعلان وزعته الحركة السلفية في الكويت وفي صور كويتيين تحت عنوان ويج وور جهاد فور سيريا هذول كلهم كويتيين ينتمون إلى الحركة السلفية الكويتية والإعلان علني في شوارع الكويت السؤال هو ما منع الحكومة السورية من تقديم هذه الوثاق إذا كانت هذه الوثاق يعتد فيها إلى اللجنة المعنية في لجنة عقوبات منشأة بموجب القرار 1267 يقدر يقدم هذه الوثاق أو يقدر إذا كان هؤلاء الأشخاص إرهابيين وارتكبوا جرائم جسيمة جرائم عبادة جرائم ضد الإنسانية يقدر يقدمهم إلى لجنة التحقيق التي أنشأتها الجمعية العامة من حقنا أن نلفت عناية حكومة الكويت إلى وجود إرهابيين ورعاة للإرهاب يحملون الجنسية الكويتية ويروجون للإرهاب ويجمعون الأموال لإرسالها للإرهابيين في سوريا بمعنى آخر أن هناك مواطنين كويتيين يسفكون دماء السوريين فوق الأرض السورية فأنا لا أرى سببا للحساسية التي يظهرها زميلي من دوب الكويت كلما تحدثنا عن وجود إرهابيين كويتيين في سوريا نحن نعرف جميعا بأن بالفعل هناك مقاتلين أجانب في سوريا لذلك أيضا الكويت ومجموعة من الدول تبنت قرار عن حالة حقوق الإنسان في سوريا ونطرحها في الجمعية العامة هناك نص في هذا المشروع يطالب بخروج المقاتلين الأجانب ويدينهم ويمنع حقيقة وجودهم في سوريا ويقاتلون مع أي طرف من الأطراف لأننا نعرف أيضا بأن هناك من يقاتل مع الحكومة السورية ميليشيات تحارب مع الحكومة السورية لنتوقف عن المكابرة عن الخطأ هناك رعاية للإرهاب في سوريا هذا الأمر ثابت في سوريا والعراق وإلا هذه القمامة شبه البشرية التي ظهرت لنا واسمها داعش وجبهة النصرة إجوا من المريخ من رعى هؤلاء الإرهابيين من أعطاهم الفياز وسمح لهم بالتنقل عبر العواصم الدولية من أعطاهم 2500 دولار لكل إرهابي مقابل أن يشتغل قناص ويقتل السوريين من دربهم كيف يتم إعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من إدلب إلى نيجيريا إلى الجزائر إلى أفغانستان ومن ثم إلى اليمن في فرنسا أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده تعمل لإيجاد حل للأزمة السورية من شأنه المساهمة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وخلال محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال ماكرون أن بلاده لتزال ملتزمة بمساعدة لبنان في خططه للإصلاح الاقتصادي أما الحريري فأكد أن الحكومة اللبنانية انطلقت في مسيرة الإصلاحات وأعلن أن باريس وافقت على منح لبنان قردا بقيمة أربعمائة مليون يورو تقف فرنسا إلى جانب لبنان في مواجهة العواقب الوخيمة للأزمة السورية سنواصل تقديم الدعم للتعامل مع اللاجئين السوريين مع إلى اهتمام خاص للفئات التي استقبلتهم سوف تستمر فرنسا أيضا بالعمل من أجل إيجاد حل مستدام للأزمة السورية التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم على المستوى الاقتصادي شرعت حكومة في طريق الإصلاح سوف أتحدث إليكم بالتفصيل سيد الرئيس حول كيفية تنفيذ هذه الجهود في السنوات المقبلة الآن يجب أن نطلق الاستثمارات وأمل أن نعقد اجتماعا للجنة سادر الاستراتيجية في باريس في منتصف نوفمبر 22 فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة من جديد أهلا بكم إلى غزة حيث أصيب طفلاني في اعتداءة الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة شرق خان يونس هذا وتوافدت جموع المواطنين إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الخامسة والسبعين تحت عنوان جمعة المخيمات لبنان وتأتي هذه الفعاليات في الذكرى السابعة والثلاثين لمجزرة صبرى وشتيلة وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن التصعيد داخل السجون وخارجها هو الرد على عدم التزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الأسرى برعاية مصرية الفصائل أكدت أن استمرار الاحتلال في المماطلة بإزالة أجهزة التشويش الممصرطنة داخل السجون سيكون له تأثيره على الأسرى داعية القاهرة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المحرر زعل عباهرة الذي أمضى خمسة عشر عاما في سجون الاحتلال الأسير عباهرة الذي استقبلته بلدة اليامون في جنيه كان قد اعتقل عام 2004 واستشهد والده وشقيقه برصاص الاحتلال خلال فترة اعتقاله كما توفيت والدته وهو في الاعتقال في بداية الشهر هذا شهر سبتمبر نزل حوالي 140-150 أسير على الضراب لغاية اليوم منهم حوالي 10-15 أسير لنسبة الضراب عن المي عن المي وعن الطعام سجون يعني هسا ما يخدي فترة يعني من الثوران يعني يعلم الله لقدام كل ساعة كل نص ساعة كل دكيكة في اش جديد لأنه درت السجون بعد الاتفاق اللي تم عليه بقضار الماضي شهر ثلاث على سبة اجهزة تشويش اللي ركبوها وبعد ما صار الكامعة والطعن طعن الضباط الثنين اتفقوا انه يعني يركبونا اجهزة عمومية وركبوها بالفعل وشغلوها فترة وعاودوا انه ميش الرغو ورغوان التعالب على يوم يشغلوها يعني وعشرة يشغلوا التشويش هذا اشيء ازعجنا بشكل كبير يعني لأنه اجهزة مصرطنة وزجون اخذي بحالي طوران خاصة سجن النقا بسجن ريمون سبعون الف وثيقة تم جمعها ورقمنتها كخطوة اولى في مشروع الاشريف الرقمي الفلسطيني من اصل 145 الف وثيقة ليمثل منصة افتراضية في المتحف الوطني تروي التاريخ الفلسطيني سور لحفلات الزفاف واخرى لتدريبات كرة القدم في خمسينيات القرن الماضي وثالثة لتظاهرة في القدس وهناك وثيقة بملكية ارض في احدى القرى كلها اجزاء من تاريخ الفلسطينيين الذي يسعى مشروع الارشيف الرقمي في المتحف الوطني الفلسطيني لتجميعه وترقيمه في محاولة للحفاظ عليه وبالتالي الحفاظ على القصة الفلسطينية نحن نلم شمل الذاكرة الفلسطينية المبعثرة عبر الحدود ونجمحها في هذا الارشيف وثم نعرضها للعالم عبر هذه المنصة يعني نحن نقدم كل ما يدل على صمود وانتاج وابداع الانسان الفلسطيني اينما وجد 145 الف وثيقة يسعى الارشيف الرقمي لجمعها وترقيمها على مدى ثلاث سنوات ومن مختلف انحاء الوجود الفلسطيني في الوطني والشتات الوثائق تجمع من اناس عاديين او بلديات وفرق مسرحية او كشفية لتحكي التاريخ الفلسطيني منذ عام 1800 وحتى عام 2005 نحن نحاول ان نصل لكافة الارشيف اللي هي بحاجة لانها تم توثيقها لحتى ما نفوت في مشكلة ضياع الارشيف الفلسطيني اللي هو اتعرضت له يعني البلاد لأكثر من مرة مرحلة جمع الوثائق من المواطنين قد تكون الأصعب لكن تليها اعادة ترميم بعض الوثائق في مختبرات خاصة وهي عملية دقيقة وتحتاج إلى وقت وجهد نستقبل الوثائق هون نفحصها قبل بعثها لمختبر الرقمني نحاول نجهزها بحيث ما تتضرر بعملية الرقمني ونفس الوقت نحافظ عليها ونرجعها لأصحابها بطريقة مع إرشادات كيف يحافظ عليها عندهم في بيوتهم او في مؤسساتهم ويهدف المشروع في مراحله المتقدمة لأن يكون منصة افتراضية للمتحف الفلسطيني كما تمكن من عمل موقع إلكتروني متاح للجميع من دارسين وباحثين في الحياة الفلسطينية حفظ الصور والوثائق بما فيها من قصص وسرد للتاريخ الفلسطيني هدفها حماية القصة الفلسطينية أمام محاولات إلغائها من قبل إسرائيل وغيرها نسر سلمي من المتحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت شمال رمالة الميادين والآن مشاهدين ننتقل إلى تونس وآخر تطورات المشهد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وتسارع التطورات والمواقف بشأن الدور الثاني من الرئاسيات ولمتابعة هذا المشهد بتفاصيله ينضم إلينا من تونس زميل عبد الرحمن عز الدين يعطيك العافية عبد الرحمن تفضل الله يعافيك العلا شكرا لك إذا الشعب يوما أراد الحياة يهال الأمان بدفع الضمن فيا شعب تونس زال الضلام ولا حتى باشر فجر قضر وللحق والعدل جسر طويل فأي يعمروا ودوى ونحضر فضموا الصفوف أسيلوا الفتن ومحقوا جميعا لأجل الوطن أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه النافذة التي نقدمها إليكم مباشرة من ساحة باردو وتحديدا من العاصمة التونسية من ساحة باردو هنا في العاصمة التونسية قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بافون إنه زار مساء أمس رئيس الجمهورية محمد الناصر وأطلعه على مستجدات العملية الانتخابية والطعون التي طلقتها الهيئة وما سيترتب عنها بالخصوص في تحديد موعد الدورة الثانية وأفاد بافون أنه تم التدول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وأنه أعلم رئيس الجمهورية بتوجيه طلب لقاضي التحقيق المكلف بقضية المرشح القروي لإطلاق سراحه سعدت هذا المساء بلقاء السيد رئيس الجمهورية وقد أعلمته بمستجدات المسائل في خصوص الانتخابات والطعون الواردة عن الهيئة في خصوص قرار النتائج والموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية وقد عبر عن أقوفه إلى جانب الهيئة واستعداد رئيسة الجمهورية لمد الهيئة بكل التسهيلات لإنجاح المحطة الانتخابية كما خذنا في مسألة الحملة الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ومسألة ضرورة توفير تكافأ الفرص للمترشحين وقد أعلمت سيادته بأنني قد توليت توجيه طلب لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية بأن يوفر بأي شكل من الأشكال الفرصة للسيد نبيل القروي لإجراء حملة انتخابية بالشكل الذي يراه القضاء والإجراءات إلى ذلك قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في اتصال مع الميادين إنه نظرا لتعذر اجتماع مجلس شورى الحركة بسبب الانشغال بالحملات الانتخابية للتشريعيات اجتمع مكتب المجلس وأجرى استشارة أفضت إلى الإجماع على دعم السيد قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية وأضاف الهاروني أن هذا القرار لمكتب مجلس الشورى يعتبر نهائيا ورسميا سجلت هيئة مكافحة الفساد في تونس مخالفات انتخابية تشمل التزوير ومحاولة التأثير وتوجيه الرأي العام وصفة بعض هذه التجاوزات بأنها ترقى إلى مستوى جرائم انتخابية التفاصيل في هذا التقرير للزميل عماد شتارة محاربة الفساد تبدأ بمراقبة المسار الانتخابي والحرص على نزهته وشفافيته واحترامه للقانون فأعضاء هيئة مكافحة الفساد راقبوا سير العملية الانتخابية وسجلوا مخالفات انتخابية عديدة ستضمن في التقارير لهيئة الانتخابات وللحكومة ومنها ما ستحيلها الهيئة إلى القضاء ليقول كلمته فيها فما تهديدات لتهم المال الفاسد تهديدات لتهم الأعلام الفاسد تهديدات لتهم محاولات إدخال الإدارة في هذه الانتخابات والإدارة كما تعرفوا محمول عليها الواجب الحياد والتحافظ والوقوف في مسافة واحدة من كل المترشحين من إفلات من العقاب في 2014 وذي ذكرناه سواء كان في التسكيات وتزوير التسكيات في 2014 ونزنه في كلامنا والتجاوز في السقف الانتخابي في 2014 بالإثباتات وبالدليل وتقارير محكمة محاسبة لإفلات من العقاب هذي بعد خمسة سنين خلل المترشحين أو مساندين مترشحين أو أطراف عودة نفس الحديث عودة نفس الشيء من تزوير يوم الاقتراع قبل الثورة إلى محاولات تزوير سابقة للاقتراع اليوم عبر منصات تواصل مباشر للتأثير على الناخبين ومحاولات توجيه الرأي العام بصفحات مأجورة وفساد إعلامي يضرب عرض الحائط بمبدأ الحياد ويصنع عبر التأثير الإعلامي صورة للرئيس ترسخ في مخيلة الناخبين دخلنا أيضا مرحلة خطيرة هي التزييف إرادة الناخبين من خلال كما ذكرتم السطو على إرادة الناخب وتوجيه والتلاعب به والتزييف والتحيل على إرادة الناخبين تحصين الانتخابات وترسيخ المصاري الانتخابي يحتاج إلى تشديد تجريم التجاوزات عبر سن عقوبات جزرية قوية وفتح المخالفين ومعاقبتهم وتحييد الفاسدين الحزم في فتح المخالفين وتطبيق القانون بصرامة على المتجاوزين كفيل بالحد من الإخلالات وتحسين المناخات وقطع الطريق أيضا أمام محاولات التشكيك في مسار البلاد الديمقراطي عيمة تشترى تونس المياد أدانا الاتحاد العام التونسي لشغل ما وصفه بالاعتداء من قبل قوات الأمن على عدد من المحامين المعتصمين في قصر العدالة وبينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهدين شكر بلعيد ومحمد لبراهمي واعتبر في بيان له أن مجرى يعد انتهاكا لحرم المحكمة وتعديا على حرمة المحامين وكرامتهم معربا عن مطلق المساندة للمحاميات والمحامين ولعميدهم ومطالبا بتتبع المعتدين ومحاسبة من أعطى الأمر بذلك مشاهدين قبل أن نعود إلى استوديوهات الميادين والزميلة علامة ملاح نشير ونذكر بأننا هنا نطل عليكم من ساحة باردو هذه الساحة تضم هنا إلى جانبنا على يميني تحديدا وسنرف الصورة مع الزميل غسان نجار مجلس نواب الشعب هذا المجلس الذي يتنافس أكثر من ألف مرشح للوصول إليه في الانتخابات التشريعية التونسية المقررة في السادس من الشهر المقبر كما أننا على مقربة من متحف باردو هو أيضا في الخلف قليلا هذا المتحف الذي شهد عام 2015 هجوما إرهابيا كبيرا أدى إلى استشهاد أكثر من عشرين تونسي أنذاك وأيضا تم احتجاز مجموعة من الرهائن عام 2015 وكان هناك تضامن واسع من التونسيين وردوا بطريقتهم هنا بالتجمع بعشرات الألاف هنا في هذه الساحة وصولا إلى ساحة ابن سعدون هناك في الخلف آنذاك ضد هذه الأعمال الإرهابية أما الآن فنصل إلى ختم هذه النافذة مشاهدين التي قدمناها لكم مباشرة من تونس ونعود وإياكم إلى زميلة علا ملاح في استوديوهات الميادين إليك علا كل الشكر لك يا عبد الرحمن وأيضا الشكر موصول لكل فريق قناة الميادين في تونس إذا الشعب يوما أراد الحياة ينال الأمان بدفع الضمن فيا شعبة تونس زال الضلام ولا حتى باشر فجر أضر وللحق والعدل جسر طويل فأي يعبروا ودواء حضر فضموا الصفوف أزيلوا الفتن وضحوا جميعا لأجل الوطن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منطقة كالينجراد محمية جيدا ضد أي خطط عدوانية أمريكية وحذرت في بيان جميع طيارين نيتو من الاقتراب من الحدود الجوية الروسية في بحر البلطيق وكان أحد الجنرالات الأمريكيين تحدث عن إمكان تقويض منظومة الدفاع الجوي الروسية في إقليم كالينجراد الواقع غربي روسيا اعتبر وزير الخارجية الكوبي برينو رودريغز أن ترضى واشنطن دبلوماسيين كوبيين في الأمم المتحدة هدفه إثارة الصراع الدبلوماسي الذي قد يؤدي إلى أغلاق السفرات في كل البلدين وفي تغريدة على تويتر دانا رودريغز الإجراء الأمريكي وتشديد القيود المفروضة على حركة دبلوماسيين الكوبيين وعائلاتهم واصفا هذه الإجراءات بالافتراءات الصارخة بالدعاء أنهم ارتكبوا ما يتعارضوا مع وضعهم الدبلوماسي واصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهتلر العصر وخلال مقابلة له مع الرئيس الإيكوادوري السابق رافيال كوريا على قناة روسيا اليوم اعتبر مادورو أن محاولة واشنطن التقليل من الديمقراطية في فنزويلا نابعة من الكراهية دونالد ترامب لديه نوع من الهوس بكراهية شعوب أمريكا اللاتينية عموما وبكراهية اللاجئين والمهاجرين وهو لديه كره خاص للشعب الفنزويلي يكره تاريخنا ومهاجمته شعبنا نابعة من كرهه أقارنه بحقبة هتلر لديه نفس رؤية هتلر وكراهيته لليهود مادورو أكد أن حكومته المنتخبة في كراكس استطاعت افشال كل المخططات المدعومة أمريكيا ضد ثورة البوليفارية لقد فشلوا فشلت استراتيجية الحكومة الموازية وفشل دعم قوة موازية للسلطة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وبينهم مجموعة ليما لقد فشل كل ذلك لأن تطبيقه لم يكن ممكنا أصلا ظاهرات متزامنة في بلدان عديدة حول العالم تحث الحكومات على بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ التحركات التي تجري تحت عنوان إضراب المناخ العالمي تأتي قبيل قمة في الأمم المتحدة وتهدف إلى رفع الصوت في مطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثات الكربون وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أعلنت أن العام الحالي يتجه ليكون الأكثر حرارة تذكير بالعنويل هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم في اليمن حاضرون أن يذهبوا بعيدا 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 في الدفاع عن أنفسهم ناصر الله يؤكد أن هجمات أرامكو مؤشر على قوة محور المقاومة وأن اليمنيين مستعدون لذهاب بعيدا لدفاع عن أنفسهم طهران تحضر واشنطن من أنها سترد على تأمرها من المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي أرامكو تشتري مائة وعشرين ألف طن من النفط الأوروبي لنقله إلى آسيا بعد تعطل إنتاجها أنصار الله تحذر من أن تصعيد التحالف السعودي في الحديدة من شأنه أن ينسوا في اتفاق استقهر الهيئة العليا للانتخابات في تونس تدعو الرئيس إلى السعي لتأمين تكافؤ الفرص بين مرشحي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وتطالب بإطلاق سراح القروي وروسيا تؤكد قدرتها الفائقة على حماية إقليم كالينجراد ضد أي خطط عدائية الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا دائما لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة